الغربال حلم العاشرة يولد في نيامي نيامي عاصمة النيجر سفرت إليها بعثة الأهل إمبارح تخلف عن السفر 3 لعبين أساسيين بسبب كورونا مجد أفشا ورامي ربيعة وعمر السلية كما لم يسافر أيضا الأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس الإدارة اللي كان تقرر سفره أيضا بسبب كورونا نتمنى لهم جميع للتفاق إن شاء الله إلى نيامي مشاهد من وصول بعثة الأهل إلى نيامي أم مسماني ما سافرش راخل الأهل يا جماعة شوفوا داس كل الأدغال تاريخ طويل من نهاية السبعينات حتى اليوم في التجول في كل أرجاء القارة لكن الغريب إنه ربما كانت دي المرة أو الزيارة الأولى للأهل للنيجر بعد كل هذا ما فيه بلد أنت مرحتاش قبل كده فدور الاتنين وتلاتين وربعة وستين ده لو كان لعب والأهل كان حيابل لناس فرع تاني عمره مراحل صحية لأنه طول عمري بلعب الفرق التقيلة بس لدي كمان في حتة التقيلة والخفيفة دي بدحكني والله إن حد يطلع وإلك ما قابلش فأفريقيا فرق تقيلة وكان الوداد وصنداونز والنجم السحيلي والهلال وهو نفسه مش تقيل وهو المنافس التقليدي طب عايزة أتقل من دول إيه طيب البعثة فيها الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شبير وأحمد رمضان بيكهم ومحمود وحيد وياسر إبراهيم وكهرباء وحمد فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بنون وقاليو ديانج وصلاح محسن وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفي وجيرالدو ومحمد هان وطاهر محمد طاهر ومحمد شكري وسعد سمير آآ الدور ده يا جماعة دور الاتنين وثلاثين هقول لكم المشاكل اللي هتتلعب فيه ومن خلالها هتقدروا تستشعروا شكل المجموعات هتبقى عامل إزاي يعني أنا هقول لك وهتقول لي مين اللي هيسعد في دور الاتنين وثلاثين آآ المباريات الأربع سنديب النيجر مع الأهلي ماهون معرفش إنت نفسك قد أول مرة اللعبهم وأول مرة الروح في أجواء غامضة مش عاديين ناخد أي ماتش باستخفال طيب طبعا الأهل المرشح الأقوى للتآهل المريخ السوداني هيلعب مع إن ينبى ممكن تكون متكافأة مسألة لا دي مباراة لا يمكن التكاهن بيه برضو المريخ عنده مهمة صعبة مع إن ينبى غريمه السوداني الهلال عنده مواجهة صعبة مع كوتوكو شوف واحد مع بطل غانا والتاني مع بطل نيجيريا ما تشط إيلا لكن أنا إحساسي أنه ربما يكون للهلال والمريخ تكلمة فرص للتآهل إن شاء الله ربنا يوفقهم الزمالك تآهل النهاردة على حساب الغزالة بطل تشاد للازل لم يحضر فكان الزمالك أول المتآهلين لإنسحاب أو عدم حضور الفريق التشادي الملعب المالي هي لعب الوداد المغربي الوداد عنده الفرصة الأعلى للتأهل التراجي التونسي في ضيافة أهل بنغاز الليبي التراجي يعني البطولة حيستمر فيها التراجي والوداد عندهم فرص يعني الزمالك دخل دور المجموعات التراجي والوداد والهلال أو النيامبا وكوتوكو أو المريخ لا أنا برضو الفريق الليبي برضو فريق هيبقى غامض ومش سهل حوريا كونكري الغيني عنده فرص أعلى من راسن كلاب السنغالي بالوزداد الجزائر عنده فرص أعلى من جورماهي الكيني وبقول لكم عنده فرص يعني قد يكون التأهل منطقي وقد تحدث المفاجأة كايزر تشيفز الجنوب الأفريقي بيلعب أول أغسطس الأنجولي ده ماتشي تقيل بونجريدي الجابوني بيلعب مازنبي الكنغولي مازنبي عنده فرصة مازنبي ممكن بلاتينيام زنبابوي بيلعب سنبا التنزاني ماتشي متكافئ طيب نيكانر الدفل زنبي بيلعب بيترو أثليتكو الأنجولي متكافئ جدا السبت مولدية الجزائر حيلاعب الصفاقس التونسي يا الله صدام الله درد نرد الأشقاء دي النتائج أو خريطة المواجهات التلات بكرة يانج بافلوس الإسواتيني هيلعب فيتا كلاب الكنغولي جالاكسي بوتسوانا هيلعب سانداونز جنوب أفريقيا يعني موسيماني فرقته هتلعب بطل بوتسوانا ومن ثم فرص سانداونز للاستمرار موجودة وقد تقع سانداونز مع الأهل في مجموعة واحدة ونلاقي بقى موسيماني في الموقف الحرج اللطيف الرجاء المغربي بيلعب تونجس السنغالي إذن البطولة يا جماعة عشان نقول لكم إحنا لبنوا حلم العشرة تقيلة تقيلة جدا وكل الفرق القوية القوى العظمى الكروية الأفريقية موجودة في البطولة ومؤهلة للاستمرار في دور المجموعات يعني هتلاقوا دور المجموعات في دور الستاشر الأربع مجموعات يتواقع أنه يبقى كلها ضرب نار كلها قوية ومتكافة حدود طيب ده بالنسبة لدور الأبطال قبل ما حنيجي للتفاصيل فيها لكم فدرالية كمان المقولين العرب اللي بيعود لأفريقيا بعد غيبة طويلة بكرة بيستضيف النجم الساحلي التونس ساعة ستة المباراة في القاهرة المقولين العرب بقيادة نجمه أو مدير الفن الكابتن عماد النحاس بعد 13 سنة يرجع عمادي واجه النجم الساحلي على ذكريات طرده في مباراة الأهل والنجم آخر مواجه آخر مباراة العماد اتطرد فيها أمام النجم وظلم الأهل تحت قيادة العرجون تحكميا طبعا وسجل هو كان هدف التعادل المقولين كان عنده ظروف صعبة جدا مع كورونا عدد كبير من لعب تغابه النهاردة بدأت حالات التعافي شوية هو أعماد النهاردة لأول مرة النتيجة تطلع سلبية بعد ما غاب عن الفريق في الأيام الماضية وبالتالي بيستعيد جزء من قوته لكن على الأقل في أربع أو خمس لعبين هيفتقدهم زئاب الجبل ده بالنسبة للمقولين المباراة التلات الاتحاد المنستيري بيلعب مع الأهل الترابلسي الأهل الليبي الأمل في عطبرة بيلعب مع سليتاس البوركيني نباسا ستارز الزنبي بيلعب مع نياو دي سونجو المزنبيقي دي يمكن أبرز المباراة شبابة القبائل الجزائري بيستضيف جندر ميري بطل النيجر كل التوفيق إن شاء الله لبرامز مع الاتحاد الليبي المباراة هيتلعبوا المباراتين في القاهرة في السادة الإسكندرية بكرة وفي الدفاع الجوي كل التوفيق إن شاء الله لبرامز وللمقاولين في التأهل من خلال هذا الدور بإذن الله يعني الآله كان تعذر سفر كابتن أو السادة محمد الضماطي عضو مجلس إدارة فسافر أو كل في الكابتن ساد عب حفيظ مدير الكرة برئاسة البعثة يعني نتمنى السلامة أولا للناس اللي هي أو التعافي للناس اللي ما سفرتش ونتمنى السلامة للبعثة هناك لأن أصبحت كورونا ده هو العدل العقيقي بقى للسمرار البطولات أو يعني فيه فرق عمالة بتطلع من غير ما تلعب منتخب مصر يطلع من غير ما يلعب فريق شادي يطلع من غير ما يلعب ورب نصر على الجميع يعني طيب السفير المصري في النيجر السفير نبيل ميكي استقبل البعثة وقدم لها كل التسيلات وأكد السفير المصري إنه فيه ترحيب كبير جدا من جانب كافة الجهات الرسمية في دولة النيجر بوجود الآله وقال إنه وجود الآله في النيجر حدث مهم جدا عند جماهير الكرة في النيجر والكل كان شغوف إنه شوف النادي الآله وشوف بطل مصر وبطل أفريقيا يلعب في النيجر وده دور القوى النعمة وده دور النادي الآله في أفريقيا هذا الامتداد وهذا التواجد وهذا الحضور المشرف للكرة المصرية في أفريقيا دي مسألة مهمة جدا السفير بيأكد على قيمتها الفريق اتدرب النهاردة على ملعب الجنرال سينيو كونشي في نيامي عاصمة النيجر اللي حيستضيف المباراة تدريب الآله كان على ملعب المباراة لأنه الملعب منشغل غدا في مباراة حيستضيف فيها الفريق البطل النيجر جندر ميري بطل النيجر شبابة القبائل الجزائري يعني في توقيت واحد موجود الفريقتين العربيتين الآله وشبابة القبائل ده بيلعب في دور الأبطال وده بيلعب في الكونفدرالية التدريب تضمن محاضرة فنية من كافين جونسون المدرب العام للآلي اللي بيقود الفريق في غياب موسيماني حرس خلالها على استخدام صبورة كبيرة جدا لشرح بعض الأمور الفنية والتكتكية الخاصة بالمباراة وتضمن التدريب أيضا فقرة خاصة لحراس المرمى التلاتة الشنوي وعالو لطفي ومصطفى شبير اللي اصلاحبهم الجهاز معاه محمد شيجا رئيس نادي سوندي بطل النيجر عبر عن ساعدته بوجود النادي الآلي وقال إنه فرقته تلعب مع الأهل بطل أفريقيا في هذه المناسبة ده في حد ذاته شي طيب جدا لهذا النادي واللكرة في النيجر